الحقيقة اليوم احنا في بغداد تعرفون استمرار النهج اللي خطتها قيادة عامة بغداد منذ عام 2016 ولحت هذا اليوم بتقييم الوضع الامني هو رفع عدد من السيطرات اللي نشوف انه حقيقة برفعها ما يتأثر على الوضع الامني المستقر في بغداد وتعرفون تذكرون حضراتكم احنا في الـ 2016 في شهر 12 تقريباً من المثال هكذا ايام احنا رفعنا عدد من السيطرات وفي سبعة وطعش ايضاً واني بلغت يمكن واتكلمت في اكثر مرة قلت قبل نهاية هذا العام راح نرفع عدد آخر من السيطرات احنا نعتمدين حقيقة نهج قيادتنا توجيهات دولة رئيس وزراء القادر عام القوات المسلحة ولتخفيف الزخم المروري على العاصمة بغداد وايضاً حقيقة تحسن الوضع الامني عندنا جهد استخبار المتميز في بغداد كلها امور الساعدنا انه نخطي هكذا خطوات ونباشر اليوم ان شاء الله يرفع اعداد كبيرة من السيطرات راح نرفع عدد من السيطرات بالكرخ والرصافة بـ الرصافة 62 سيطرة نعباء راح نرفع وهذه السيطرات شفوها بشوارع وان شاء الله اليوم راح نبلش بقاطع الرصافة وبالكرخ راح نرفع 13 سيطرة يوم غدا راح نباشر بالكرخ لما لا حقмотри Hampshire اليوم كرخ والرصافة اعداد ليست بالقليلة هذه سيطرات نوع باء نوع جيم عندنا سيطرات بالرصافة أعداد أكثر حقيقة من 38 سيطرات نحن أعداد أكبر من هذا تشار مع الأخوة القادة الميدانيين في الرصافة قدر فرقة 11 جيش والفرقة الشرطة التحادية نرفع أكثر من 38 مرابطة حقيقة أكثر من هذا العدد وفي الكرخ عندنا 34 مرابطة هذه إن شاء الله كلها الساهم في تخفيف الزخم عن بغداد العزيزة بغداد أخواني آمنة مستقرة مثل ما شرت عندنا جهد استخباري حقيقي متميز في بغداد وأحنا متابعين ونقيم كل عمل في بغداد وخطواتنا مدروسة وموثوقة بشكل كبير شفتوا عملنا تدريجي نصعدنا بالمستوى الأمن في بغداد والحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى وفضل قواتنا الأمنية المتشرة في بغداد والوكالات الاستخبارية اللي جهدها الاستخباري متميز ولأبناء شعبنا المواطنين الكرام في بغداد تحسن وضع الأمني بتلاحم الجميع وبالانسجام الجميع حقيقة اليوم المواطن إلى دور كبير أيضا في مساعدة قائلة عملية بغداد دور ساهم في تحقيق الأمن في بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر